في خطوة جديدة لذال الرئيس الجزائري الجديد يؤكد دعمه لجبهة البوليثار الانفصالية وترثيخ عدائه للوحدة الترابية المغربية وفي ذات الصياق أعلنت الجبهة الانفصالية مثاء أمس الثبت تلقي ذعيمها إبراهيم غالي تهنئة من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه أمينا عاما في المؤتمر الخامس عشر للجبهة الانفصالية ووصف تبون مساعي الجبهة الانفصالية بالمطالب المشروعة في تقرير المصير وبناء مستقبل جديد في كنف الحرية والأمن والاستقرار مؤكدا عزمه تقديم الدعم والمثاندة لها وصفا السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية بالاستعمارة يذكر أن عبد المجيد تبون قال في أول خطاب الرسمي له بعد تنصيبه رئيسا للجزائرة إن نزاع الصحراء مسألة تصفية استعمارة وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الافريقية ما أثار الكثير من الغضب في المغرب وصف بأنه يقفل الباب أمام المبادرة المغربية لاستعادة العلاقات التنائية الطبيعية بين البلدين وفتح الحدود طلبت حكومة الثبت المحتلة التي يترأث أخوان فيفاث من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالرد العاجل على الموقف الذي اتخذه المغرب بخصوص معبر ثبت الحدودية والذي أدت إلى تعليق التجارة وقيدت وصول السياح إلى المدينة كما طلبت الحكومة خلال اجتماعية الأسبوعية أمثل جمعة بالرد العاجل أيضا على مشكلة وصول أعداد كبير من القاثرين الأجنب الغير المصحوبين وأكد عدد من القرارات الأخرى وحسب ما نقلته وكالة أوروبا بريث فقد اعتبرت حكومة فيفاث أن الأمر سيتطلب خطة تدبير دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرث شغل لمواجهة تأثير القرارات والمواقف التي اتخذها المغرب لتعليق التجارة عبر الحدود كما عتبرت الحكومة بالطغر المحتلة أنه من الضروري أن يتم تنفيذ مشروع لمراجعة النظام الاقتصادية والمالية الخاص بثبتة وتأثيذ الحرث المدنية لتجنب الهجرة الغير النظامية للمغرب والجزائريين البالغين وكذا القاثرين منهما على هاميشي منافسة كاث إفريقي لكرة القدم داخل القاعة التي ستحتدن أطورها مدينة العيون في الفترة من 28 يناير إلى 7 فبراير 2020 ستعقد اللجنة تنفيذية ولجنة الطوارئ التابعة للهيئة العليا للاتحاد الإفريقية لكرة القدم اجتماعا هاما قرار الاجتماع بالعيون الذي اتخذ ثلاثة الماضي بمدينة الغردق المثرية ستتم خلاله دراسة العديد من القضايا الثاخنة مثل تغيير تاريخ كاث إفريقيا 2020-2021 المقرر بالكاميرون وكذا تقيم مستوى استعدادات البلد لاستضافة المثابقة الأهم بالقرى الثمراء الاجتماع سيارف مشاركة جميع أعضاء اللجنة التنفيذية يتقدمهم رئيس الكافة المرقاشية أحمد أحمد بمدينة العيون بالأقالم الشنوبية قالت مصادر بالأقالم الجنوبية أن مجموعة من الشبان أقدمت على إغلاق طريق من وإلى المعبر الحدودي بالقرقرات حيث قام هؤلاء بنصب بعض الخيام بالمنطقة وبحث بداية المصادر فإن الأمر يتعلق ببعض النشطاء الموالين لجبات البوليستارو الإنفصالية احتجاجا على اعتذام رالي إكورايث المرور عبر معبر القرقرات مشيرة إلى أن المجموعة قدمت رسالة لباتة الأمم المتحدة المتواجدة بالمنطقة ويأتي ذلك في وقت يرتقب أن يشتذر رالي إكورايث معبر القرقرات في طريق نحو مريطانيا يوم الاثنين المقبل بحسب ما أعلن المنظمون وتهديد جبات البوليستارو في رسالة بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريث ورئيس البعث الأممية المينورثو كولين ستوارت باستخدام جميع الوسائل للرد على عزم الرالي المرور عبر هذا المعبر الذي وصفته بالتغرى الغير القانونية وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريث قد حذر في تقارير ثابقة رفعها إلى مجلس الأمنة من الاحتجاجات والتوترات التي يشهدها معبر القرقرات وأشار إلى أن بعثة المينورثو تواصل مراقبة الوضع عند المعبر من خلال ذوريات يومية لبعض المراقبين لافتا إلى أن البعثة تدخلت في عدة مناثبات للحد من هذه التوترات وعلى إثر ذلك أوفدت باتة الأمم المتحدة في الثهراء المينورثو أفرادا تابعين لها إلى المعبرة ووفقا لمصادر محلية فقد أوفدت الباتة الأممية وحدة مكونة من سيرتين لعين المكان للوقوف على الأوضاع هناك حيث دخلت في مفاوضاتنا مع المحتاجين قد ضاح الحالة الوضع وتجنب مزيد من التصعيد وكان مجموعة من النشطاء الموالين لجبهة البوليساريو قد قاموا اليوم الثبت بإغلاق الطريقة المؤدية إلى المعبر الحدودية القرقرات وذلك للاحتجاج على اعتزام رالي إيكورايس المرور عبر المعبر في تجاه موريتانيا يشار إلى أن المشاركين في السباق رالي إيكورايس قد حلوا بمدينة الثمارة قبل أن يوصلوا اليوم السبط طريقهم في تجاه مدينة الداخلة ومن المرتقب أن يتوقف السباق ليوم واحد غدا الأحد على أن ينطلق صوب معبر القرقرات في طريق نحو موريتانيا بعد غدين الاثنين في تقييم لخطتهم الطريقة ليستبعد الجزائريون تمكين أصدقاء القوات المسلحة المغربية من ثواريخ طادة الأمريكية ويتحدث مصدر عن تسريب حدث يؤكد أن حليفا خليجيا للمغرب قد يكون زود أو سيزود المغرب قريبا بهذا الصاروخ الأمريكية وأن من المهم إبداء الرغبة مع رئيس الجديد باستبعاد أي ثوتر حدودي بين البلدين وأن على الأطراف الخليجية عدم تمويل مواجهة استبعدها المراقبون ويحاول الأمريكيون إخمادها في المهدي بضغوط أخيرة موجهة ضد المغرب والجسائر على حد سواء ورفضت البوليسار ورسالة أمريكية مباشرة إلى إبراهيم غالي بخصوص إعادة النظر في قراراته الأخيرة ويسعى المسؤول الأول في جباس البوليسار الانفصالية إلى جعلها قرارات تنظيمية في المؤتمر الخامس عشر الذي أنعقد مؤخرا ويضف المصدر أن المغرب لم يكشف عن تزود بالصاروخ المذكورة لكنه كشف عن تفاصيل متقدمة لبرنامج تسليحية وهو يثير باتجاه المزيد من التعامل مع التقنية الأمريكية لكن الثواريخ بوند آخر فيما الجزائريون مقتنعون بوجود صاروخ طادة عند القوة المسلحة الملكية كشف التثريبات عن اجتماع عبدالطيف الحموشي مدير عام الأمن والمخابرات بمايك بومبيو رئيس الدبلوماسية الأمريكية في ختام زيارة الأخيرة للمغرب تفاصيل تنسيق مشترك من أعلى مستوى بين الريبار وواشنطن من أجل ضرب سطوة مافيا كولومبية ومكسيكية عبر القارات كما تريد جريدة الصباح المغربية وبينت التثريبات التي كشفها موقع موند آفريكان تقاريرا سرية بخصوص تنامي ثطوة عصبات الجريمة المنظمة القادمة من أمريكا اللاتينية في القرى الإفريقية ضعفت قوة العلاقات بين بومبيو والحموشي وزادت من حجم التفاهم المغربية الأمريكية في استراتيجية الحرب على الإرهاب ويهدف التنسيق المغربية الأمريكية الذي بدأ بثبادل الخبراء وبناء قنوات التواصل يديرها من الجانب المغربي محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة ومن الجانب الأمريكية كاراثانة المدعي العام لقطاع كولومبيا واشنطن لقطع أوصال تحالف الجماعات المسلحة في السحل والصحراء ومافيا الجريمة المنظمة والحرب على عصابات الكوكايين والهجرة السرية وثبيل الأموال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر